يعني أنا قيل لهم تخشوا علي بالمزيك كايني بكلم نفسي مش هبدأ اللي ما تخشوا المزيك يعني أنا مش هبدأ اللي ما تخشوا علي بالمزيك إنهم اللي أنا قيل كده من 30 ثانية ما فاتش 30 ثانية قلتلهم إيه؟ هتنسوا بس أغناء حلوة عجبك؟ أوي إحنا على أيامنا ما كانش فيه أغاني كده لأ أنا عايزك تركز مع الفوضة لأ أصلي أغناء جديدة آآ لأغناء دي جديدة هي التربينة الشبنة اللي حفظتنا عشان هي جديدة أصلي مش هكتش على أيامك اللي أغناء دي لا 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 لسه لأ لسه السنة اللي فاتت يعني من شهرين كده هو الخضر متابعة لأغناء الأهلي فعارف جديدة قديمة من اللي ملحانة ها من اللي بدأ كده على الموسيقى كمان إيه؟ بقى يلو على الموسيقى فللسه جديدة كدش على أيامك أغنية محمد فوزي لا كدش على أيامك تربينة يا أهلي الحمد فوزي غنى للأهلي غنى للأهلي تربينة يا أهلي تربينة يا أهلي تربينة يا قلبي للأهلي قلبي إيه وأنا صح ما بتبقى أنت موجود الأول اللي برحب بيك كابتا عمديني لا رحب إيه خلاص بقى إحنا صحب إيه بس إنت الأهلي في دمك لا هو فيه الزارة كابتا موضوع منتهي سيب اللي يقوله يقوله اللي عيد يعيده لا الأهلي أنا مثل سنة 13 سنة وأنا عندي 10 سنين في النادي الأهلي فقعدت في النادي حوالي 13-14 سنة 6 سنين نشئين و7 فريق أول بس يا مش بس بالقعدة لا لكن برضو البلاءات مصفير مختلف الأهلي؟ عن أي حاجة رحطها سواء اللي عبت أو تدريب أو أي حاجة أه طبعا لا الأهلي موضوع تاني بجد الأهلي أنا أنا رحت في عصر أنا أتقارن بالفرقتين الكبار الأهلي وزمالك لا مش عايز أتقارن بالأهلي وزمالك أنا بتكلم كمؤسسة أنت شغلت في حتة كتير ولعبت وعملت كل حاجة بتشوف الأهلي حتة تانية؟ لا الأهلي منظومة كبيرة أهوة كابتن بجد وجمهوره مخليه كده؟ هو نمرة واحد جمهوره الجمهور هو اللي السند السند جامد والإدارة زي ما قلت حضرتك الإدارات بتتعاقب بس الإدارات بتقوى بالجمهور بتقوى بالجمهور الجماهرية لها مهما كنت إدارة قوية الجماهرية وفيه بناط كده عريضة في الناد الأهلي محدش بيشيلها أو محدش بيتخطاها يعني خد بالك الأهلي هرحب بس بصديقة لا هترحب ليه؟ ما لسه أكمل كمل 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 لسه لسه كمل كمل ما حلق أخص حلق أخص على الجاملين فأكملوا لا لا عندي مشكلة لا كملوا بعدين أنا مش مستعجلين لما انت ممكن تعرف ايه مشكلتك مش مستعجلين وتعذرني وتحلها لي كمان اتطفع بي اتطفع لي انا بتكلم على الأهلي منزة نفسي انا عارف انت هتقول لي انت هتقول لي هتقول لي احمد الخضر يمترفنا وضوارنا وحشتنا حبيبي جلجل كمان انت اقتر الله انت اقتر الله انا قصدي ليه بقولك كده انت وقت تشاركنا بالقصة دي انه عنديها الكبيرة في بعض الأحيان بتاخد قرارات صعبة اخد بالك يعني قرار انك متلعبش بباراة قرار انك متشاركش في بطورة قرار انك تقول لا اف دي قرار انك مش اي نادي اخد قرار زي ده فدايما الاهلي وزمالك بيستند في قوته انت شايف كده يعني على الجماهرية مفيش كلام طبعا جمهور السند حقيقي تمام طبعا اكيد الجمهور السند الاول رجبنا التاريخ كده في قرارات ادارية اتخد على في تاريخ النادين مفيش كلام لو رجعت بيجي الزمن تقول اتخد ازاي ده مفيش كلام بس هي الميزة في الاهلي اف جمهور الاهلي ان جمهور الاهلي عكس الباقي في ايه ان هو ورا المجلس صحة غلط بيدعمه ده ميزة مش عيب يعني هو صحة غلط يعني ممكن يعني ممكن مثلا ان واحد من الناس من جمهور كتير تقولك لا يمشي من سحب كسر رابطة ليه لا صح طب حسام عشور عمل مش هارف ايه بقى ضد اللعيب يعني احنا ما شفناش ان هم بيقوم على العيب بس ده كويس هو مش في الغالب بس هو مش في المطلق بس انا بقولك ده واقع بيقى السطل بس ده كويس ان الجمهور يبقى سناني بدول الوقت ده ما انا بقولك كويس بس ساعات ندرم مثلا يعني مثلا انا قصد جمهور الاهلي مش هيدور مثلا في التفاصيل انا بقول حسام عشور كمثال يعني طب هو ايه اللي اضطروا لكده طب هو غلطان او مش غلطان كان فيه نجومية اكتب من روضان صوب مثلا اه فهو مع النادي ضد العيب دي دي بيتقوى قلب الادارة يعني بش اي ادارة اللي جمهورها اه بك نجيليها في الصحة او في الغلط قبل الصحة ما هو ما احنا مش كلام مش منزل يعني مش اي ادارة تقوط قرار حسام عشور او قرار رمضان صوب لا انا قررت كلها مش مهم ما كنت انا ملك الادارة اه عمره قررت كلها توقع صحيح مليون في المي اكيد فيه حاجات لكن هي الميزة اه مع الادارة حتى رجل الشرع العادي اللي هو ما يناقش اه لا 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 ده هي صحة فاهمني خلاص دورة ربطة ده بقى وحشة مثلا مش عارف ايه وده ميزة ميزة بس الجمهور الاهلي برضو بيزوم لو في الحال الوحيدة لو نتاج تراجع ما لا 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 بس ينسى بقى دارة وينسى كل عاجل طبعا طبعا بس برضو انا على له سقف برضو اه على مرور السنين يا اساس خدري بس انا شو الاهلي برضو خد بالك اه النتاجه بتتراجعش سنين لا مش الاهلي بيعرف يقف بصرح احنا مرة كنا في المركز العاشر انا ما شفتش الاهلي او جمهوره اه غلت في كابتن صالح او في ادارة النيد الاهلي على مرور بقى من كابتن صالح لا لا استنى استنى بس عشان نستنى طب ما هالا الفترة اللي نزلوا الملعب وحسام غاري واحمد فتحي والرجل المدرب وبمشوا جمهور بيزبر عليك مرة مرشة ليل انا فاكر كمان امور ممكن يزوم على العيد لا ما نزلوا اهلي مانية ناصر يا فان اه نزلوا على الادارة ده كان وقت مارتن يول مارتن يول اه اه لا ومرة كابتن وحش مشي مشي واو كان رئيس نيل يا باشا انت شفت بعد لما مايكل ايفرت اعتقد ولا كان ايه كان النتاج تراجعت اه مايكل ايفرت اعتقد كان النتاج تراجعت برد لا يعني الا النتائج طبعا نتائج مش هادر تزبط بدليل بعد ماتش ساند داونز الهجوم كسح من جمهور الاهلي ما شافوش قدامه وده طبيعي وده طبيعي وده منطقي يعني لكن يبقى في الاخر ان جمهور الاهلي بيساند اه الادارة دي على طول وده قوة الادارة الكبيرة اكيد طبعا جمهورية قوة الادارة الكبيرة انا من هنا عملا جرجاركو امم لفكرة الخمسين الف في ماتش الهلال اه اولا ده قرار انا شايفه ايجابي جدا 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 اه وده انطلاقة ممكن تبقى انطلاقة يعني الجمهور النهاردة عليه عيب غير انه يشجع وغير ان يرحب بالضيوف وغير ان ان شاء الله الاهلي يعد ويكسب بقى الجمهور نفسه عليه عيب ان يبقى نموذج المباراة دي للمستقبل اه طبعا اه عشان الجمهور يخش اه طيب انا طبعا انا شايفنا ده من اعظم القرارات اه وقرار انا دايما حتى في اي مجال بداعم انا اهلي زماكن الاهلي اسم الجمهور يبقى موجود ليه ليه انت ليه دلوقتي انت تروح تلعب برا يعني انت شفت الاهلي ومسلم مع بلعب مع سان زونز الزمالك مع بولو سداد الملعب متقفل معفول طب انت جيل ده بقى لك سنين واسنين بتلعب يعني لازم ما شافش جمهور اللعيبة اللي هي طالعة دي بتقبط رجليها بتقبط بعضيها اما يشوفوا الملعب مقفول كده فانت لازم انت هنا انت بتحمي انت الاهلي ان شاء الله موضوع الهلل ده منتهي من ساعة من الرجل بقى ضربت الجزاءه والاهلي صعد خلاص قال اطهر لعيب لسداد اطهر اطهر طاهر اه 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 فيبني انساء المضاحة والموضوع منتهي لكن هو انت بتدي ساعة اللي لعبتك في الماتش ده والماتش اللي بعديه وهم يروح يلعب بره لا الجمهور طبعا لكن انا اما بقى خمسين الف دي جديدة وكويسة اوي اوي يعني احنا بس اللعيب عالجمهور بقى هلا يبقى نموذك للمستقبل يعني هل هي تطلع المباراة فعلا عالمستقبل جمهير لائقة فالناس توقت تفكر بقى انه بعد كده نسمح للجمهور لما انت اللي لقى لنفسك بقى لو ايه انت انت خلاص بتاخد الستة ايه انت الجمهور بقى ايه لو حصل اي عداس ما تجيش تقول ما بندخلش ما تشد انت رحت شاكا او تستدفليتك ايه انا فقى يعني الجمهور بعد كده ما يلومش طبعا انا بقول كده اذا انت عملت حاجك يا جمهور لا خلاص بقى ما تجيش بقى تقول انا مدخلش ليه لما انفعش. قلت بالك ان الهلال ليه جاي السودانيين كتير في مصر. ومالوا يحضروا. بالعكس. انت قلت في الانترو. اه وعلى فكرة. لازم اضيفكم. ده انا كنت ده انا زعلان جدا من البيان اللي عملوه. وانت بتعمل بتشوف جهة تحميك في مصر. يعني الهلال بيشوف الاتحاد الافريخي بي 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 عامل بان بيناجده. لا لا لا. على راسنا فرح. انتو ده على راسنا. لا 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 على راسنا. ده اخواتنا هنا كلهم في السودان عايشين معاملين. يعني هو بحس عارف جل بيششل على عبته. حول ما 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 شبكي. حد بينا جاله اعساس وعد في الألف. مستحيل. لا لا لا. ده اللندقة السودانية بالزيت. كابتن في الشارع عندنا اربعة مت قوارشي. كلهم ده سودانيين مترابين معنا. يا كابتن في تلاتة اربعة مليون ولا خمس مليون سوداني في مصر. بالزبط. مترابين معهم كتير. ما نقدرش نيجيك بالزيت عالسوداني. لا 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 خالص. انما هما انا بقولي للتصريحات دي. احنا شعب واحد لغاية كم سنة يعني. بحقيقة. نبلد واحدة هممم متوترين هممممممممممممممممممه! ماوه منساعد تأض дня الطهر أه منساعد تأطهر ماوه منساعدأطهر والأ… مقى ده إحساسي بن رزين ده كبت مشاطة كان معي على الت ليفون قد سمعتم? اه اه كبت مشاطة كان معي على التليفون قل اه فبيقولك أنا بصراحة هلوي اه ايوة فالك أول ما جي الابندوق للهلال كان بتقولك وتسارج عن الماتش قمت طاف التلفزيون. اه. قال لي فتحته بعد شوية مش بيصدق. اه. نتيجة تعالى. انه خلص صف صف. والله. قال لي فالناس في السودان السودانيين اللي لموه جدا. فقال له والله طب انا بحب السودان جدا. وبلد يعني. بس انا اهلاوي اللي ابتل اهلاوي. 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 كتشجيع بشجع الاهلي. ده اهلاوي اكتر مننا. اه. اه. وخلص المطش واحد واحد. لا انا ما بص انا ما المطش ده بالذات انا ما ده فاضل دقتين. اه. خلاص. لا او ايه. هنروح بقى اوة. لا لا اوة. وكأن اطهر قال له انا عشود. ما هي. ما هي. ما هي. ما هي. ده الوض ناطت ايه? خمسين سنتي بس. يا فاندم. مش ناطت مسلا فارد. فارد ايده. ده الاخر العرضة. هنا. ده الوض ناطت خمسين سنتي. لا لا. هو انت لازم تفصل بين الحارس المربع وباية الفرقة. يعني باية الفرقة كانت متعطفة لده. بس مش هجيب جول في نفسها. يعني. لا مش ده. ده سندون. لا 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 لا. اسمعني بس. جايبين جول لا. لا لا ايه. ايه. اشترم نحوق. ايه. اشترم نحوق. الماتش صعب. هي الخناء اللي حصلت دي. هو ايه صعب. يا عم اسمع بس. هو كان ناقص. كان ناقص سندونز تهيه دي بيوم في نفسها. لان سندونز عايلي لا. عايز الهلل اللي يصعد. انا بقولك انا. انا بقولك انا اقول. انا بقولك اه اه اقول. خلينا نتكلم فنيا بقى. اه. لما ان الخضر فتحنا. اه. نتكلم فنيا. انا اللي عايز اقول لي. اولا عشان نواجه التحيال سندونز. انه هو ما لعب. كلموك اللعب بالصف التالي. لا اللي اطهر مش سندونز. ناقص سندونز. لا لا لا. هقولك لي. سندونز مش عايز الاهل يصعد. اه. الهلال لعب سندونز بطريقة. يعني عمل زون ديفنز. ورجع ورا. وقفل كواس اه ما فتحش زي الاهل. لا 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 لا. اللي بقى المرتدة. لا. خليه يعمل اللي هو عايزه. بولك يا كبتل الملعب. يعني خلال يا سندونز. تبتكلمه بجد ولا? اه الله. لا لا. انت شفت الماتش. اكيد. كبتل الخضر. اه هو قفل الماتش كويس. ولعب على لعب الهجمات المرتدة وجاب جول. وضيع جول. لا لا لا. لسندونز الفولات بتلعبها في بتخبطها في العب الهلال يا راجل. يا اصدونز اسمع ان بتخبطها في العب الهلال يا رجل. يا اصدونز اسمع ان تنسلية. قلت له هم الفضلين يعملوا تمثليات في الملعب.. لا لا بص بص. لا يا كبتل اما الناس دي. ما كنgrش جاب الجول يا كابتل. معني. لو سمال افريقيا. ما كنgrش جاب الجول. الوقت جاب الجول في lig МУЗЫКА في الدول العكسيين what ele Grey التانية. وكان حطها في السماء. وكان رحطتها في السماء اللي مش Pav интересно او عقطنا كلا حاجة. ما احطت كتير في السماء. اسمع بس ام لو عايزين يضيعوا. ايه مش هيضيع وكه. اكه. طريقة لست و تمس دي Fruit. بس تحليك تسهل الخليك تجيب جون يعني. ازاي. عادي. يعني لق sociedade Rapzee yours Hall مخلت. وترفع كورة.. واحد يخش يشوت. واحد يخرش يشوت. مش عارفين مش عارفين. هو الهلاitherت فريقة блиAF. مش عارفين. هو الهلاف الكتاب الخالدونس . لما. بس الهلاف الكتاب خمسه هناك إيسا. بس الهلاり السنة. سانداونس الحلال كيمه خمسه هناك. بقول لك... صندونز فستاد القارة هيشين 3-4 جوان? الثاندة ايه? تلاتة اربعة جوان طبا. الهلال? اه. لا السنة دي مختلف. لا لا. ماشي مختلف بس. لا بس. الرقم مختلف. كسباتي. كسباتي القطنة برضو راح جاي. انا قناعاتي. انا قناعاتي. خد بالك. خد بالك الهلال مطش الاهلي حتى. اه والاهلي برضو كان محظون. انا مكلمش على الاهلي. انا بكلم على صندونز. مطش الاهلي برضو فريق كبير. انا انا بسألك اهوه. يا فندم انا بكلم عسان داون. ما ده تقييم يا حباب. لانا ده تقييم له الهلال. مهما يوجد الاهلي. لا. ويجيب جول ويضاع بنالتي ويضاع جول. انا عايز بخلاصة. والشناوي يشيل جول. عايز بخلاصة. مم. الهلال فرقة معقولة. فرقة يعني مش. وقف على رجليها يعني. اه فرقة معقولة زي اه هنا. زي سيراميكا زي. وزي ابول ازداد مسلا. او زي ابول ازداد برفع عليك. اه. مش الفرقة الطب. يعني مش الربا. بس مش الوداد. لا مش القط. يعني هي وسط. يعني الاهلي يتحط. يعني على الارضه فريق رخم. لا فرقة رخمة ما هو الاهلي مش عشان فيك. سابه بقاره سنتين تلاتة. سابه رخمة لو كان معاه جمهور. لكن معاه جمهور. كانت تفرق جدا ولا حد كان نقدر اكسبها. طبع لو معاه جمهور طبعا. معاه جمهور طبعا. لكن ايه كانت انا بقابول ايه? عادي بالراحة خالص يا. جات جات مجاتش مجاتش. لكن هما تانين على الدوح. ايه طب. دي قناعات اللي. اه لو صندوز لعبة الرجاء او الترجق او ممكن اسألك هو تلعب كورة. اه. اتشيل اربعة. ممكن اسألك كابتن. كابتن عبدالي. لا لو الترجق مش هيشيل اربعة. اه. معه صندوز. الرجاء او الوداد ممكن. لكن الترجق لا. الترجق. او شو الخمسة. دول بقى بيقفوا صح. وبيلعبوا على المرتضة صح. مش هيسيبوهم بقى يعملوا شويةين دول. الترجق السنادي ليه الامانة اللي بحترف. متوضع جدا. متوضع جدا. اه متوسط. والشباب بالوزداد اكسر توضع. يعني بسرعة الرجاء قوي اقوى. الوداد اقوى. وصندوز. انا بخفش. الترجق بعديه. الترجق يبقى زي الاهلي. اسمع كلامي. مهما وقع اسم الترجق. فرقة رخمة. زي الاهلي. اكلمك بجد. الرجاء الوداد وبتاع شوية فوق وشوية تحت. والكلام ده كله. ده الفرقة الوحيدة اللي عارف زي ولك يكسبها. ولا بعلاماتش مش بس يكسبها. ده عمل علاماتش عالمي. اه لا لا الترجق مش هو الترجق طبعا. صح? خالص. بعيد خالص. شوفت ماشي الزمالك والترجق هنا. اه طبعا تفرقت عليه. بس انا بقولك الترجق يبقى زي كده انا بحسبه زي الاهلي. مهما حصل. لا. ده لي رونك تاني. لي خوف. لي ستايل معين. يعني محدش كان يقول لي زي زمالك كسبه ثلاثة. هم كمان الترجق النازل اه سخده لي ما. لا هي ظرف المالش. اه اه. هي ظرف المالش. نجوم بدري. ضرب الجزاء. مش عارف ايه. القصة خيضة. مات الزمالك يعني. اه. لكن يعني الزمالك لو 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 الترجق بكرة مش هيكسبه ثلاثة. لا. وممكن ما يكسبوش. لا لا لا. لا بس انا الزمالك على حاجة كمية الزمالك بتركب على الترجق. تفهمش ليه. يعني اخر ثلاثة اربع سنين كل مجدز زمالك والترجي. الزمالك بقى را في عدد. هي ممكن بس هيك. يعني صبر افريقيا لو تفتيك. اه طبعا. طبعا. اه. حتى عشرين عشرين بتاع القضية ممكن ده كان الزمالك كابتانا كان معد الترجق قابليها. مش فاكر. اه. 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 الزمالك كان معد الترجق الاهلي كان. اه. 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 يعني اخر ما تشاهد زمالك وترجي. اه. اه. طبعا. وعلى فكرة الزمالك كان يكي اناها ونحل الكويس. اللي حسنوا هالتالعاتة ده. مش الزمالك القصة الائلة واحد. اه. اه. مش كنتdamات واحد ولا كلمة? اناتين صفر. اثنين صفر. الينك? اه. اتنين. اثنين صفر. اه اه. اتنين اه اتنين. لانتزي ماكي اناها عمدتش كويس. مش او يعني. مش بس عمدتش كويس. اه. يعني ياديزوم ضايع فاول الماتش. اه. واللي جوال حتى اللي جات لو تفتكر كده يعني. اه. كرة بتاعة الوادي الهوني ونمار لما. كرة بلو فاكر انت الجن التاني عامل ازيك يا بتاني. ايه. طبعا. من من نص الملعب كرة ضلة كده رايح الناحة التانية الهوني خدها. ونمار عايز ياخدها ويرقص فالتاني داس عليها ولعبها لتحته. يعني جن يعني اقصد كده يعني. لا. خطأ دفاعي يعني. اه. يعني الزبالك بيبقى كعبوا عليها على الطريق. انما انت شايف ان الالي هيعدي. اه طبعا. طب نرجع بقى ان الجمهور عليه مسئولية. انها ممكن يبقى مثال. لفكرة عودة الجماهير في الماتش. ما انا بقولك ده اي حاجة. اي حاجة غير كده خلاص بزا بتقول للجماهير ان احنا ردة بقى خمسة سنين تاني. يوبقى يوبقى ثلاثة اربعة تلاف كل شوية. ولو حصل حاجة من حق الناس. طبعا. ما دخلش الجمهور. طبعا. لا طبعا. محاش يلومهم. بس مش يحصل. بس انا واجبنا. نقول له جمهور. نوضح. ان انت عليك مسئولية بجانب التشجية. انك تثبت. طبعا. طبعا. الملعب محتاجك ترجع. وده ماتش كورة. واخد بالك مش قلو زمانك بس ده المصري محتاج جمهوره يرجع. للإسماعيل. الدولي كله محتاج جماعيل. اه طبعا. الاتحاد. اه. الاسوان المحلة. مصري اللي بليغ ابو عايد قالك الاهل خايف منه. المصري وحسام حسن. وحسام حسن. طب افرد مش حسام اللي ماسك. ممكن الاهل بليغ. اه. اه. بخلت بالك عشان ما هيبيتفرج علينا ما بيسيبش علقة. ايه. هيشلك. هيجي يزنقني في القودة جوه. وبعدين تيجي انت بتقسر منه على الهوى. اه. بس انت برضو ما تقعدش تبصريك كده بص هناك. تقعدش. تقعد تزغط لي كده. يعني انك بص والاست خدري. بتبغير كلامك. اصلاح ما كانوه بالمنطق. ما هو استاذ خدري انا جاي سخني. وشايت من الخمسة. يعني انت بتقول لي. مفتفض معاك. طب هديني يا اخي. واقف جنبي يا اخي. سعدني. مسلا. مت اه. اه. انا في نيدي وحالان ترجم الكنيس مهي. اه. 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 انا شايفاني من اتناف اه. اه. هديني. هديني. ولع. اه. اه. كان داخل اللطف للبيب. يعني بص الاستاذ بيعملي ازاي. لا الاستاذ. طب نتابل منطق. الاستاذ. طب بيجيبها. طب الادارة. اه الادارة ملها ولجنة الكورة ملها ولجنة التخطيط ملها قلتوا لأ ما وكله كلا خلاص ما فيش انا الملطان يا سيد ده خارج مبارح بص كل الادارات تكمل اه طبعا تماما طيب خليني بقى عشان احنا عندنا كلام كتير على مطش مصر والزمبيا بكرة المنتخب الولمبي بس خليني ارجع لاخر حاجة انه انه احنا عارفنا انه الزمالك في فريرا تم الاتفاق خلاص معاه انه يتنازل عن نص المستحقات اللي لي وكان ليه ثلاث شهور اعتقد متأخرات زاد الثلاثة اربع عشرين اللي باقيين فكان محوالي مليون دولار حاجة كده فاتفق معاني نص المبلغ والنص اللي هيدفعوه النالي على ثلاث اقصات والرجل وفق وهيتم بالاتفاق وهيوقعوه الاتفاق وياخدو القصة الاولاني وهيعمل له حفلة او حاجة كده هل الكلام ده يعني اه بنسبة كبيرة والاول فريرا صبعا اه يعني لازم اقول ان ليه رصيد كبير اه عند جامير الزمالك اه الظروف ما ساعددوش الظروف بس افتكرلو افتكرلو 2015 افتكرلو الدولة والكاس اللي اخدهم افتكرلو ان صنع عجيل عمل حاجات كتلة اوي لكن هي الفكرة ان العبرة بالخواتيم هو هو اتأخر عن نفسه في المشيان يعني هو المفروض كان يمشي بدري اوي قصة الاخر مرة اللي ابل فيها ان هو ييجي ويروح وييجي اللي يعرف هو ده مش هو ده خالص لكن هو يبقى ليه رمز رمز اه رمز كمدرب رمز اه يبقى ليه تاريخ كبير اوي 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 فاوع اه محدش يدسى الكلام ده خالص خالص يعني سانا فكرت فيها برده اه طبعا اه فاهمني اه لا يعني فعلا لأ رجل اه الظروف ما ساعددوش السن ما ساعدوش قماشة اللاعيبة اللي نصفهم ما نفعش لعب لزمالك ما ساعدوش حاجات كتيرة اوي اوي بس بس القماشة ده هو مشارك فيه امه مش كلها مش كلها مش كلها يعني الزناري وافع عليه ده هو طلبه سامسن وافع عليه وافع عليه طيب يعني فيه لعيبة اهو دونجا وافع عليه عمر جابر وافع عليه او شامعنا في الاخر او مصطفى شلبي او عمر السيسي لا اهم الاثنين بس مصطفى شلبي او عمر السيسي team م happens ي dice عن طريق التوليفة نفسيها مساعدتهش يعني انت ليه الناس كلها متخيلة القصة او بيلوموا في الاخر ان السبب فريرة طبا ولا هو السبب ليه دايما مين بيقول هو مين اللي هيمشي اللعيبة هتمشي لا ما فيش حد بيباشي اللعيبة ولا قدارها طيب ما انا بقولك العرف ما انا بقولك بس انت بتعمل ايه يعني انت بتقول مش همشي اللعيبة لان انت عندك قيد وعندك موعيد بس انت بتحط في دماغك ايه انك هتعيد حساباتك في نية الوص وده حصل وده حصل يعني انت انا مش اللعيبة اصو مش قاعد مضى خمس سنين معانا ان انا قاعد غزبنا عنا خمس سنين بص في نهاية الموسم فيه مفاجآت صارخة لعيبة هتمشي الزمالك ما حدش يتخيلها لا يا رجل اربع خمس لعيبة ما حدش يتخيلهم ما حدش يتخيلهم يعني على قاعدة تقول دلوقتي انت عندك اسماهم عندي بس مش اقولهم طبعا ليه مش لهم لا ما هو زي انا اقولها اللعيبة هيمشي دلوقتي ولسه عنده سهرين ثلاثة لا ما ممكن ما يمشيش ما ممكن يلعب يلعب في الكاس يلعب في السوبر يتقلق وبتاع لكن انا بقولك لو موضوع النهاردة لكنهم اربع خمس لعيبة ما حدش يتخيل انهم هيمشي خالص فانت انا عايز ارجع للاهم ان الراجل الظروف ما ساعدتوش القماشة نعطي جيل اللي معاه ما تنفعش ده فيه ساعات لعيبة ياما لعيبة عملت مدربين مش كده؟ صح ياما فانت ما تيجي مدرب كبير زداء وياما لعيبة بتوقع مدربين فهو من الاسباب دي القماشة اللي معاه مش اتوقع معاك لا مش اتوقع توقع معايا الزناري الزناري وحي روءة عمر السيسي مش هيكمل لا ده فيه ممكن كلام وكلام خلينا في روءة بالعكس روءة ممكن يكمل يا راجل انت اصنى مقتنع بروءة اه لا مش مقتنع بص في لعيبة كانت امكانات ومش عالية بس مستوى ستين في المية مستقر على كده عفضل ستين في المية لا بينزل أربعين ولا بيعلى ستين هو روءة كده لما بتحتاجه بديل في توقيت معاين بديك خمسة ستين في المية بالمنطق ياخده نيدي صح لا بكلمه هو اتكلم صح لما يبعندي العيب ستين في المية سابت طول السنة ولا انا ماتش طبعا ما يكورة كده بس كده لما انا جايه واحد ثمانين في المية لاب جنبك لعيبة هقولك على حاجة هقولك على حاجة انا هديك امثلة في جيلك ايوه ما كانوش احسن لعيبة بس كده بالعاب كل الماتشات مشير حنفي ايوه صح مشير حنفي ده بص من اللاعبين والله العظيم اللده للاهلي ما لم يعطيه لعب اخر اي رأيك بقى اه اه مجهود وتدريب هو ما كانش السوبر لو تفتكر بس كان مستقر مستوى على كده بعد سنين سردباك اللاعي بخش وما يخشش منتخب اعرف القرارة خط بالك مشير ما يخشش منتخب لما رأيك منتخب بس خيال اساسي سردباك النادي اللاعي لما يخشش منتخب قولك ايه ده بالمطق اللي انا بقول له 60% بس ثابت ده بكلم على رؤى كده انا فرحيت بعمر السيسي مطش في السماء وتقول خمسة وراء مطش في السماء وخمسة وراء مطش في السماء سامسون لا ماهتمسم rom انا خلال مش هحسبو لقاعد ولا بأهم انا مش هامفا عند الوقت كده كده اسمسم مش هامفم على الوقت الكلام في اللعبة هتمشو بالزمالك وماشاء قللك الكلام ده مش منطقي على الفكر انا الا لا كلام مش منطقي انا democratic يبقى تجد كل الفرق تقول اللي هيمشو من fate ه culo هتقول ياسر بريم هيمشي لأ 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 تقول ياسر لأ تقول ان الشناوي يبطل assumptions طب واما لا 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 محزومة لأ 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 اشرف بنسبة كبيرة هيمشي. اه انا سمعت النافسة. بقولك شاد حسين. انا سمعت النافسة. انا سمعت النافسة هيمشي. انا لو جاءه. لو لو بنشارك جهه. نجزيرة وهو راح. انا مصلحة لين. انا بقول لك حاجة. بالعكس. ستبك بس منشارك رايح وجاي. انا بقول لك انت فالتقييد ده ما مفعش اقول مين هيش وما هيات. ما ينفعش. لأي تراجع. يبقى اول على الفرقة كلها. لا يا خضر باصل. يبقى اول على الفرقة كلها. ازنا. اي تراجع في المستوى انت بتدرس ازنا. احنا مش حافزين احنا قلنا اسماء. انا قلت لك اسماء في الائل يهو. حتى الان. انا اجيب لك اهل وزمالك. انما بقيت الفرق ما وعدكش انا مش عارفهم. ما ماشي. انت عارفهم عمودك. لا 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 انا انا ادي اسماء بصنا احنا احنا بنبني على ايه. اتعرف احنا بنبني على ايه. مش خصة احنا قصدين نقول سين اوصى. بس انت بتبني على ايه. اللعيم مداش. اه. اصلا 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 عمود. هتكي تقول لي مسلا سافيو هيكمل. بقى قولت ايه. طب افرد انت. محمد داش. طب افرد انت الراجل لعب وكمل ولعب ما تشد انت ايه. طيب. ما ده كلامي. طيب ما ده كلامي. بس حتى الان. بس حتى الان المرشح. لا هي متالش. افرد انت نظر زمان لعب اخر تلات ماتشات في الدولة. لا يا متالش كده. سامسون ده جاب ست جوان. يا فاند ما تقلش كده. ما ده. بتتقال في العموم. ان في حركة تغييرات كبيرة او او في نهاية الموسم. لو ما تعدل. لكن ما تعرفش ايه كمان ماتشين تلاتة. ده فيه لعيب بيبطل خالص. اللعيب اللي قدامه بيتعور ينزل ويلعب ويخش منتخب. هو احنا بنقول على من خلال رؤيتنا الموسم كله. عموما 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 بس عشان نقفل برضو الخضر نحترم وجهة نظره. خلال نقول انه فيه لعيبة في الزمان. مش بس مصنوع متراجح. في لعيبة في الزمان ادام عشوائي. حلوة عشوائي. بجد. لا. طبعا. 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 بس مصنوع متراجح. ممكن ييجي معاك تديلوش دعم نفسي ومعناوي. وتدوس فيه ويديك. بس ملتزم في الملعب. والتكتيك عالي. بس فيه لعيبة كابتن عشوائي. لا. يعني ينزي يا كابتن تحس ان هو بيشل. لا. هي. ان هو طالع كده طالع. طبعا. على شغل الفرق اللي هي فسط الجدو. بس بس. فيه لعيبة كده. هو ده. مهما يدي. اخره مش هيمفع يلعب مع دول. مع طبعا. فيه لعيبة في الزمالك بقى من نوعية دي. طبعا. كتير. ليه? عشان كده قلنا. انت عشان كده قلت لي حاجة مهمة جدا. انت دلوقتي عنا قبل ما نطلع بتقول لي حاجة في منطقة المنطق. ان زي زي الغية دلوقتي بتبقى على طرق حامد. ده ده. ده اتهام قبل ما يبقى. طبعا. تخيل. اتهام خطير. تخيل انت الغية النهاردة الجمهور بيقول. طبعا. مش عاولناش طرق حامد. يعني انت اللعيب عنده خمسة وتلاتين سنة. ومشي من عندك. مش عارف تجيب هاف دفندر. ما انت زمالك جاب دونجة. وجاب عمر السيسي. وجاب اه الوردي. اه. وعنده روقة. اربعة. طيب. وعنده سيف جعفر. لأ. قد كان عنده امام عشور. طيب ستة. طيب بص بقى. وما فيش حد حاسس الجمهور. طيب. انه حتى ربع طرق حامد. سيف جعفر كان هيمشي في بلدات المسلم رجلنا عايز يمشي. قاعد كده يعني اعارة. طلعه هو امام اعارة. حمد يا علاء ده. كل الناس اللي اتبع في الحتة دي. بربع ليه. بربع ليه. بربع ليه. كبير. اوي. بس اللي بك يلعب سنة معاك وهيمدق بعد كده. انت بتعيروا ليه? وتعيروا تاني ليه? يا عم ده يعني مش هقولك احسن. زي اللي انت جايبهم. ده مش اعارة تباعة. لأ لأ اعارة. حمد يا علاء لسه اعارة. لأ. لأ حمد يا اعارة. اسموحها ولا رحصة. اه لأ اعارة. ما هو كان في صفحة ناصر منك الاهلي. كان هيفلس. لا 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 لا. اعارة. انا بقول لك اعارة. ايه بعد لحد وتأكد. لما انا اعارة. طب انا هكلم جلجل. ماشي. ماشي. بس هو اعارة. انا بقولك بقى ان ايه? انا بقولك بقى انا بقى ان طيب ماشي. طيب ماشي. يا جماعة كلمولنا حقこ انا اعارة اه. انا شاكك ان هو. لأ خبت ان اعارة هذا. اه. لأ بقولك هو لما تنقل. انا فاكر في حالقة اه. انا استغربت يا الخبر. اه. انا انا نفس استغربت. اه. اقلت ازاي? حمد علاءة. الهي بقى قويس. وكل الناس. يا حالي عالي. س أقولنا يا جماعة Brusز الاه عالي العيب مهودي بقى المشكلة ان ولاد النادي لا وطلع في وسط النادي ومتعود على اللعب الكوار وطريقة اللعب وبتنين جنيه وروبا ابنك 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 بس ابنك بس انت الاسب بحنا عندنا الانديان المصرية ابنك يا اما تهمله زي يوسف يعني انا شمعت نيوسف وقسامة سبين الف جنيه زي يوسف اه ازاي ده كبف ايجيب لك الناحية هي لا غريبة جدا الرقم غريب لا ده السبعين ده ستين يعني بعد الدرائب بياخد ستين بياخد رقم غريب بياخد ستين تعرف في الاهل الناشئ بياخد كم؟ مهو مش عيوني حياخد تلتميات ربعميات وقلق بردو لا مصل هو يوسف يوسف تلع بردو مرة واحدة الوقت مش ناشئ قبلها بسنتين ده العقد كان قديم لكن في بردو بياخدوا تلتميات ربعميات ومه يعني يوسف ده بياخد تلتميات ربعميات لكن انت انت مستني ليه انت مستني ليه انت مستني اما يخلص هي فوسط المشاكل محطش ولا بصص ليوسف ولا بصص لسيف على اساس ان دول ولاد النادي وجدده ويوم ما تقولهم ويوم ما تقولهم وابناء العبي صدق بلان لو من البرامدز اقسم بالله انا لو من البرامدز او فيوتش اقسم بالله ده يوسف اسامة بص وصيف جعفر شنطة فقا 6 مليون جنيه سبع مليون جنيه سبع مليون جنيه كاش الا لو من اسامة نبيه اعرف اعرف الكياس اللي خادها عبدالله السعيد بالزمالك ديو جري بقى الرحب كراتين مش فيها كراتين جري بقى الرحب اين وانا جري بقى على فين كراتين عارف انت القصة دي 40 مليون لو انا اعمل كده اتحطله ليه انت بتتكلم في العيب المستقل ديك 10 سنين يا كابتة ده عائل عنده 22 سنة في الزمالك لو انت لو والد اسامة نبيه بتوديه ده قرار لعيب لو ابن انا ده قرار لعيب انا مليش دعوة لا انا اقوله الروق بسيبه بقولك ايه انا انا ابني اسيب له الاخترار بقوله شغلك الاصلح له ايه بص يا كابتة ده اصلاح بك هيرجع ممكن يرجع تاني الزمالك بعد سنتين ثلاثة عادي يا اصلاح الكرة ايه انت ممكن تروح انت اصلاح ممكن تمشي ببلاش وتروح تكسر الدنيا وترجع بعد ثلاث سنين نجم النجوم وحد كان يتخالع بمينهم ده موجودش في الحياة النهاردة سردباك اساسي منتخب مصر صح او لا غلط حد يبقى تخيل ان اكرم توفيه راح الجونة بص المسلم كان خمس سنين يوسف و اسامة ماشي يعني كالماضي خمس سنين يعني يعني من خمس سنين موريد كامية هو صغير عمره 3 sepに25 حسب ثمانين ألف. ثمانين ألف دي بعد الدرب اه تستين ألف. و بص اصد خدري هنا. فيوسف على فكرة يوسف جيله برامد بسبع مليون يا كابتن شبان زي تقول. جات له لو قلقه بكرة هيخدهم. لو قلقه بكرة هيخدهم يعني. ما دي مفاش مشكلة خالص يعني. لكن هي الفكرة ما ينفعش ان انت اللعيبة شايف العقود اللي عملت تتصرب دي. عمد علاء يا عارة يا حب. انت كلامك صح. يا فندم فيها عشاء دي. لا طبعا. لا ما تراهناش. اه لأسف. انا مش عارف ازيز تقدري برضو. قلني تراهن. هو هو جايب مدرس كيميا حضرتك. قلني تراهن. ما اللي يتراهن معاك ما. انت جايبها من مطبخ دوله. ما اللي مدرس كيميا. مدرس كيميا يا استاذ. الرجل قال لك اعارة اعارة. اه. فبقول لك انا يوسف تحديدا جاي لو عقود كتير قوي. طبعا كتير. فهو في الاخر. يوسيف. انت ما تشوف لعيبة بتاخد 15 و 20 و 30 مليون وتيجي تقول له. بعد الخمس سنين اللي خد فيهم ثلاثة تعريفة اقول له. هتديك مليون ونص ولا. لا خد بالك انا ليس باتكلم عن يوسف قسامة وموسيف جعفر. هي مش قصة لعيب صغر وكبر وطلع فريق اول لا. ده هما الاتنين كانوا من ضمن اعمدة الفريق اللي كسب دوري ممتاز. سالفات. سالفات وكاس مصر. ازاي يخفو عليهم. واخد ده كاسبان دوري يا كابتن هم اهم بطولة في مصر اهم بطولتين في مصر. هما كانوا من الاعمدة الرئيسية وبجوال وباداء للفوض. بصك تشوفان. بصك تشوفان. بصك تشوفان. بصك تشوفان. هما فوض المشاكل نسيوهم. بصك تشوفان. انا لازم عبدالولاتي. يعني كنتم كابتن مصطفى عبدو بتفرج كنتم تفرج على مطش بتفرج على يوسف سامي. قال لي ده هيبقى احسن لعيب في مصر. لنفس البرجة لنفس الصرعات بتاعته نفس الكلام ده. طب هو انا اجيب لعيب من برة. ما بيعرفش يباصي. ما بيعرفش يباصي. ده واحسن اي حدك الزمال الجياب. هاتلي اي حد من اللجم. يعني برمنا ضائم. ما بيعرفش يباصي. يخد له اه كابتن. يخد له اربعين خمسين مليون. واجي يقول لك اصل ده صغير اصل ده في النادي. مش هبقى خسيبك من سبعين الف ده خلاص يعني ايه. لا انا بكلمك عالجديد بقى. ما بيحز في نفسه كابتن شبانة. انا بقول لك عالجديد. الجديد يقول لك ايه مليون. هو احنا في عصر ببش حاجة اسمها كان. دلوقتي بيعرض عليه مليون. مليون ونقف انا بقول لك مليون مليون ونقف او مليون ونصف. حاليا. ايوة. في التجديد. مش حاليا. اللي ايه اخر كلام. اللي هو التجديد يعني. اه. لا اولايل طب. اولايل. ده ده هزار. لو مضى في اي اندية من ديت الشركات الكبيرة فارقه او. ما انا بقول لك سبعة. او في يوتش عالقل. طوبو. طوبو سبعة. هو جايه له سبعة. لا وتشتغل ايه. وتشتغل سبعة تمانية تياسة. انا طول ما اول سنة سبعة تانية تمانية. اشتغل اربع خمس سبعين. انت هلا اعتمد ان انت اصلا قصة ابن النادي اصلا ابويا في النادي. ما فيش كلام ده. لا انتهى. اه انا 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 لو ابني هقف وقلهم لا. انا اه اخر واحد. انا ممكن اضحي. اضحي بمليون باتنين عشو خاطر النادي. يا باش انا زي اللي واخد ده. لا كابتن هو التضحي يا كابتن. اللي انا بدي مجهود كله. يعني اوح. وستمالك ما بدي فلوس كتير اللي ايه بتدي. بتدي? لا. ليه دايما بنقول ايه يا سان FDArd? ليه دايما بنقول نيمار? ليه دايما بنقول يوسف اسامة؟ بنقول اسف جعفر بنقول شيكبالة بنقول عبد الفاتوح؟ لا ولاد النادي ولاد النادي. ولادي النادي. ما ابني النادي غير يا جماعة احسن. انك ايه مش ان انت ما تاخد اقل من الجاي. لا اوان وانا عشان ابني النادي. انت ايه لان انا راجل قلبي عا النادي طول الوقت. UAE ببا ادي بشكل مستقر طول الوقت وبموت عشان خطف إلية النادي هو دي التضحية لكن يعني هو محمد صراح في الفوربول ما ضحاش لما طالب أعلى راتب في الآخر ده شغله لكن هو تضحيته في إيه إنه هو صراح ست مواصم وربعة هدف النادي هدف الدوري بموت نفسه في الملعب أنت في الأهرام عليسه الشابانة الأهرام وإنت الليبانية وإنت الرجل طبعا مضح حشان مؤسستي وعنى في التدريب يقول له تعالى اشتغل وخد نص المرتب وغيرك ييجي من بره وتاخد قد كده خلاص إن إحنا في أصل احتراف أنا شايف أي أي يعني أنت ما فيش حاجة اسمها من سبعة عشرة فأنا هديك مليون أو اتنين ويوسف وصف عز زحمة دي والمشاكل ومدرب رؤية ومدرب جاي اتنسى فاللي هيصبر النهاردة مش هيصبر بكرة واللي هيصبر النهاردة مش هيصبر بكرة والسؤور قاعدة مستنية مش كده اللي لعبة كويسة كابتن جدا يتبين عليهم فرق الاتنين يتبين عليهم فرق أو يشتغل جعفر يا كابتن أحسن أحسن سيف جعفر دا لو فضل زي ما هو كده يفرق كمان سنة سنتين أزيزو في اليمين وسيف جعفر والود يوسف في الشمال والجزيرة قدام وتحتيهم سيف جعفر ولو عندك بالحج في مستوى يعني سيف جعفر بصف نص الملعب سيف جعفر مع مع هفض بندر قوي مع بالحج بينهم واحسنهم دونجة دلوقتي يعني مثلا دونجة وسيف جعفر يلعب در إمام عشور ودونجة في نص الملعب ستة على فكرة سيف زي ما انت قلتلي وبالحج بليه ميتر يعافر بيعمل ستكالنج يعني أنا كنت فكره لا أنا كنت فكره لعب كرة بس لا 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 الولد اللي شفته كذا مرة بالعكس بيعفر يعني غير لعبة بقوه لا 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 دا بيدوسه بيلتحن بيخبط مع إن الودة متدلع أنا عشان كده أنا خايف عليه الودة أنا يعني بحبه نفسي أصلا بحب لعبة الكرة هو بيجمع بين القوة ولعيب وده مش موجود ولعيب يعني دريبلنج كويس بيشوت كويس بيرقص أنا بس جانيني إن يوسف ووسامة نهى السنة اللي فاتت كان كل ما ينزل يجيب بقوه دولازم يلعبوش ومن أول النص ما كابل ما هتحس ورده إن الراجل عاملها مع أبو والله العظيم أنا قلت أنا مستغرب أنا قلت والله العظيم والراجل من ساعة موقف يناير بيخرب الفرقة أنا بقيت أقلت عن قصد أكيد لأ ما هو غلط يا كابتن إن ما هو في يا كابتن حاجات بتبلعين كده كابتن فاروق داخل معاها قال لي فيه اللعيبة بتاعتزر عن سفا وراجل يقول لهم أوكي ديت زي يعني يعني قولك أصلا ضهري واجعني خلاص ما تجيش فيه نقطة تانية أو الشباب واللعيبة اللي جات في يناير اللي انت المفترض الخناية كلها قامت عشان هم فاكرة قلتلك ايه اه فاكرة قلتلك هم دولانا هتصاروا في الزمان كما انت قلتلي إيه ومين قالك إنه هيلعبه لا انت قلتلي إيه قلتلي طب ما أجمرانا عطيها فاري مع الآلي ولا لأ خلع فتح فاري مع الآلي ولا لأ اتما دول برضي فرق مع الزمان تقول دي كده صح ولا غلط سؤلتلك مين قالك إنه هيلعبه اه فهو الراجل ولا حتى فرصة ده انت حتى ده انت لو خدتها من منطلق تسخن اللي موجود بصة بصة يعني لعب ناصر منطل بشهادت لعيبة قالك الفرق الفترة ساعة زمالك ما لعب مع فيوتشر قالك الماتش الوحيد اللي خدنا قبليه تاكتك وكلام ده وفرقة كذبت ومشت تقعد تعمل تاني وتقول لي أسترجعوه أستمش عارف على فريرة خلاص وليه احترام وليه تأدير خلاص ومشي وخلص الوحيد فلت والعجده اللي ضيع الموسم لا والغلطة أنا أسامة بحب بس الغلطة إن أسامة تاني مع فريرة ما هو ده ده مفهاش ليه أسامة زي ما قلتلك مع ناس معها لعيبته معها لعيبته غزبا عنهم اللعيب العطيفة وعارفين إن فريرة ممكن يمشي فإحنا ظهره أسامة فريرة كده كده غريب مكيب معاه واحد أو اتنين بس بس نتكلم على بكرة يعني كمع الإيجابيات خلاص هو فريرة صفحة قفلت وهم اتفقوا معاه خلاص وخلصنا ونص الفلوس وكلام اللي احنا قلناه من شوقها ده وخلصنا خلاص لكن الزمالك برضو عنده لا يزال عنده لعيبة يعني ممكن عديلك الوقت 15 لعيب لو في مستواهم الزمالك يقوم يعني صبحي في حدث المرمى معاه هوات برضو فتوحة كابتن في الشمال مثلوسي في اليمين لو في مستواه عندك قلب يدفع الوقت الوينشي رجع وعندك عبدالغاني لو رجع لمستواه وحسام عبدالنجيد يا كابتن عندك نص الملعب سيف جعفر وعندك بالحج دلوقتي ودونجا قل دونجا قادي اهو عندك قدام زيزو وعندك يا كابتن يوسف وسامة وعندك الجزيري وعندك ناصر منسي خل بالك في الديفنس نصين حمول شابانا 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 فين صاحب هو الراجل يا كابتن مش عايز بوس مش عايزه عشان كده بقولك انا بيت احس نا مش مش عايز شابانا ده من نحصل العيبة سان الفرق يعني يا كابتن ينفع الفرق بقى الديفنس بتاعه مش فايق وعند واحد جاي نا مش مش فايق ده ضايع حل وعند واحد جاي قامت خناءة بين الزمان كنت حادل كرة عشان هيدوب ورجليه في الملعب قبل ليها كان بيلعب أساسي في سموحة خليك فاكر شابانا ده منتخب مصر لدرجة ان سموحة لا ولعب اي شابانا جامل اي شابانا عشان تبقى انا بقولك يعني هو في الآخر هو ولونش يلعبه في الزمالك الأسين انت مش عايز تلعبه ليه حاجة غريبة عمال تقلف وتعمل ليه مرحش كأنا مستغرب لا في حاجات كتب ده انت أحيانا عن نفسي أجنبي انا عن نفسي في الوقت ده مصري لا هقولك ليه بعد الفاصل قول ليه بعد الفاصل ونتكلم بالمنطق لا مرة دي بقى مش هتقنعني لأن طبوزة اقنعت ماشي تعرفني اقنعه خدرة مش اقنعه لا طبيعة تقنعه بس هي قصة قصة مش ما فيش اختيارات يا قصة يا قصة نقولها القصة بعد الفاصل نطلع فاصل سريع ونرح نتواصل مع حضرتكم طيب هنقولنا هنقول بعد هنقول ايه ما هنقولنا حاجة كتير ده جلجل كان بيستألنا الاحسن فرقة في الدورة هنقولنا هنقول ايه بعد الفاصل لا انا مش فاكر انا بنسب صراحا قولنا هنقول ايه قلت اقنعك اه بالمدرب الاجنبي ولا خالق جلال او طالع مصطفى اه بزبط ولا خالق جلال او طالع مصطفى مش بسلا خالق جلال او المصطفى اجنبي ولا الوطني او ملكز بقى طالع مصطفى انا عايزه ده حبيبي اه لا مدرب كويسة كتير ما ياخد فرصته زي الناس اخي حقه طبعا اه حقه لا انا بكلمك مدرب اجنبي ولا مدرب مصري دلوقتي في الفترة دي اجنبي ديه لانه انت انا دايما بقول ايه انت وانت شغال قبل ان تاخد قرار زي ده ليك مستهدف ايه مستهدف انا مش عايز اقول كده معنانك ان انا مش شوفها كابتن خارج جلال او كابتن طارق لا 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 بالعكس لمدربين كبار وانا برضو بتمنى الفرصة اخدها كابتن طارق او كابتن خارج تكلم على الرؤية طبعا لكن انت عندك مستهدف مدته يا كابتن سنة ونص من دلوقتي وفهتبني لدورة ابطال افريقيا عشان كده دايما بقول ايه المدرب اللي جاي لازم افهمه مش جاعة لموسم خلص لا يا حبيبي ده انت جاي وعندك فرصة لازم تكسب مركز تاني عشان تروح دورة ابطال افريقيا عشان تبني الحاجة انا عايز ابني عشان تروح دورة ابطال افريقيا عشان اكسبها عشان تبني وواحد مش عارف الفرقة ومش عارف اللعيبة تبتتكلم في مدرب بقى اجنابي شاطر عنده رؤية يارف اختار اللعيب كويس اي مدرب اجنابي شاطر وعنده مصدقية ما يبانش عليه غير بعد السنة ما يتضغطش عليه بقى ان انا جاي باللعيب الفلاني فما تمشوش يبقى الشكل واحيش كأدارة مفيش الكلاء مفيش مدرب اجنابي بيحصل معا كده الا موضوع فييرا لان كان خلاص محصل ولا ايه مدرب اجنابي هتضغط عليه مفيش حد بيقدر تضغط عليه لا يا انا الاجنابي عشان كده بقولك الاجنابي الاجنابي المحترم هيقول مهامد الزمالك لما هيجيب هيجيب اكيد اجنابي محترم محترم كلمة محترم يعني ايه كلناس محترمة بتعكورة يعني بتعكورة وا فهو هيقول ايه؟ مين الالب؟ هيقول رأيه بصدقه في نبيل عمدونج هيقول رأيه بصدقه في شيكاباليس كامل اقول لا هيقول رأيه بصدقه في عبدالشافي كامل اقول لا هيقول رأيه بصدقه في عمر السيسي موجود في السمسط وحمود شبانة في منزي في اي لعيب اقصد يعني في اي حد عبدالغاني في اي حد هيقول بصدق وفي الاخر اللي يستفيد مين هو زمالك كويس لان الزمالك انت دانا دي اسمين مين المدرب القوي اللي موجود دلوقتي ما انا معرفش هو الخضري بقت لها عنده عنده المعلومة هو الخضري يقول لنا الفاوضات ماشي ازاي يعني لو اجنابي شاطر لا ما هو الخضري كان بيقولك ما اشتغلش في مصر قبل كده تمام هي الاول الفكرة يعني ان انت عملت طبعا المدرب الاجنابي وهيجي وهيعمل ويسوي قصة مش مدرب بس تحديد يعني في حالة نادي الزمالك قصة مش مدرب لو جبتله مين لازم فيها الادوات الادوات ادوات النجاح الادارة انها تسيبه على فكرة لحق ربنا سابه فريرا يشتغل خالص يعني اشوف انا بنتقد في الادارة في حاجات كتير قوي بس حق ربنا والله كابتعد يجيل محد اتدخل معه في حاجات فطلات كبيرة جدا بالعكس ده انت دعمت في خمس بطلات يعمل او في حد في الدنيا كده مفيش نادي في الدنيا يستحمل مدرب بيخسر خمس بطلات بزات الزمالك اي لدي في العالم في العالم لهم كمساندة سندوق بس الاهم بقى عندي الادوات ما انت اللعيب يا جماعة كوالات اللعيبة لا يعني بص اقل جيل جيبت تريق نادي الزمالك اقل لعيبة جيت في تريق نادي الزمالك اللي قماشة مهربدة خالص خالص انت ليه ليه تجيب المحترفين دي كلهم انت لو جاء لو كل دول اعدت بنشر ايه بيهم لو جبت لعيب محترف صح بالتقمن لكل ده بالعود اللي احنا شايفين فمع المدرب انت لازم هتزبط اللعيبة دي انت زي ما قلت في لعيبة انت عايز مدرب بقى يبقى صادق صادق قبل ما نقول عايز هنقول الوضع دلوقتي ايه قبل ما نقول عايز الوضع ايه الوضع غاية مبارح كابت خالد جلال اللي جاي كلمه كابت خالد جلال واتفقوا في التفاصيل الجهاز المعاون طب ده اه ده لأ اعترض على الناس ورحب ناس والكلم ده النهاردة محدش تتصل بيه خالص ده معناه ايه يا راجل ده معنى ايه ده معلومة يعني اه طبعا هنقولش في المعلومات يا تمام يعني النهاردة هتش كلمه نهائي ومفترض لو جاي التواصل معه طول اليوم لا يعني انت ادينا عقلك هو لو جاي وفيه ماتش يوم العاد التواصل طول اليوم يا فان هو دلوقتي وخصوصا ان في ماتش يوم الحد طبعا وماتش اللي هو الرابطة اه ان التدريب طب التدريب النهاردة كابتن اسماعيل يوسف كابتن حمد عبد المقصود اه كابتن حسين ياسم بالمناسبة شيكابالة شارك النهاردة اه طبعا ده رجع 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 طبعا بعد غياب اه طبعا اه طبعا فطبعا بالمناسبة تحية للجهاز برضو دول اللي هم جايين ودول ولاد النادي عارفون ان هم مشيين بكر ومشيين النهاردة يعني هم لغاية دلوقتي مش عارفون انت هيتدرب بكر هلأ مقر هم اللي يدربوا بكر فالغاية هم اللي يدربوا بكر وهيمشوا بعده بكر يعني الاي مدرب هيجي من شروط القادرة عليها انه ما يجيبش عدم القداء فدول الحاجة هتحسب لهم يعني ان هم ان هم بيشتعل طب نرجع التاني كانت خير الجلال كانت خير الجلال في ماتش الحد انت انت بقت معا مبارح طب هيجي منطق النهاردة ان انت تكلم معا النهاردة مش كده ولا ايه طب انت هكلمش معا النهاردة هترتب معا كل حقي لو هو هقصد لو هو جاي ده معناق هستلم امتى بكر لو هو جاي هستلم بكر اما فتلم بكر خلاص اما نحض يعني اصلا انت لازم هتكون مرتب معا النهاردة التأخير ليه لا هتبقى مرتب خضرة يقصد لو كابتا خالد جاي انت النهاردة ده لازم تكون مرتب معا انا هستلم بكرة ده ما نقعد في الجنينة دلو لا مرتب لا ومرتب معا بقى المعسكر ايه والتمرين كل التفاصيل كل التفاصيل ده معناه في وجهة نظري ان رأي تغير يعني بعد ما كان خالدت خالد جلال والتفاق معاه ان الدنيا تغيرت النهاردة في مقابلات وفي ناس راحت هنا وناس جات هنا والكلام ده مين اللي بيختار بتعارف انا بتكلم مش بوض بقى من اللي بيختار يعني بس الفكرة يعني مسا في الاهلي شو انا عارف عاصل كلام بي في لجنة مسا بتجيبه لا فيه جزء في الادارة مع المدارب المصري لو سيد سليمان واحدان والمجموع اللي معاه وفيه امير المرتضى مشرف عالكورة وعا معاه مجموعين سيحادي من العبل ادام ادام الرموز يعني مسلا لا معلش ده اتجاه اللجان ده اتجاه لا مفيش لجنة في الزمالك للكورة مفيش لأ مفيش الزمالك فيه مشرف كورة اه وفيه ناس في المجلس ده الناس بتديه الكورة مش مفيش لجنة اه بس اقصد ده فيه اتجاه كده وفي اتجاه كده اه انا معه بقولك انا مع رأي الاجنة انا شخص طيب في الغالب في الغالب في الغالب المعطيات دي بتدينا انه هو مدارب اجنب اللي جاي اه انت بعد انت بتقوله يعني بالمنطق لو خالد الى كابتن خالد جلال انت بتحلل وفق الاحداث النهاردة انت لأ انا لأ انا عايزك انت اللي تقول مش انا انا بقول لك كابتن خالد جلال لو ما حصلش دليفون مع كابتن خالد فعلا يبقى يكلمك صح بس كابتن خالد جلال كان جاي فهوب اختفاء تمام هوب هتلاقي بكرة ممكن تلاقي مدارب اجنبي يعني ده اللي دي توقعاتي فعلا مش بقى هلتما لامح للاجنبي يعني بقول له كابتن خالد لأ المفروض انه مشتغلش قبل هنا كده خالص هو كان مفروض فيه اتفاق معاه مين يوم سموحة والزمالك كنت بتتفى مع مدارب اجنبي انا كانت مع مدارب الزمالك طب عندك فقرا عن جنسيتو اما الزمالك كسب سموحة لا اما الزمالك كسب عند سموحة اما الزمالك كسب فبريرا كمل اه جنسيتو بطولة عن جنسيتو اعتقد انه مش برتغالي مش برتغالي اعتقد انه على القل مش برتغالي. يعني دي 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 معلوماتي انه هو مش برتغالي. برضو انا ده انا شاهلها لي انا من رابط حاجات في بعضيها كده يعني. فاعتقد انه هو مش برتغالي. لأ فلا يعني لأ خالص فا فدي لا انت بتربط حاجات اللي ببعضيها. زي ما بقولك بالمنطق. عشان ما حدش يقولك اعمل خضر ايه. لو كابتن خالي جلال ينزل تبنيه الصبح. اللي معه. حتى لو مش ينزل الصبح بترتب معها. لازم ترتب معها. اللي هتدرب بكرة الصبح مش عارفة هي هتروح ولا لأ. ممكن تليفون. ممكن تليفون. ممكن تليفون. صح اجبت. اه طبعا. هيجي لك بكرة بتاعمل التدريب بتاعه. هتبعت لجهاز المعاون. ولو معك مين جهاز معاون. هيجي. كان زمانه وقعت في الجنينة. طبعا. بيرتب كل حاجة. طبعا. انه عارف القعدة بتاعت الجنينة دي كان زمانه رتب كل حاجة واستلم اللبس. لأ وطبيعي. يعني كان مدير فن لو جاي حيردت بكل عبلاب يوم. لازم وردت بكل حاجة. ده كان اتفقوا على كل التفاصيل. مم. جهاز المعاون ومش عارف مين. كان هجيب مين جهاز معاون بقى. اعتقد كان المرشحاني كابت المتحة عبدالهادي كابت محمد صبري. اعتقد دوله الاقرب يعني. مم. وفيه اتفاقات خالص يعني. اسماء كبيرة برضا. اه طبعا. مدربين. اه طبعا. ولاد النادي ومدربين كوار. اه مدربين كوار. بس اللي بيحصل لغبطة. احسمها. طب انت رأيك ايه? اجناب ولو بقيت على الاسماء. يعني كل الناس لها تقدرها طبعا. يعني كلنا نفسنا كابتان خالدي بقى موجود. نفسنا كابتان مصطفي بقى موجود. حتى ميد وكان نفسي بقى موجود. كلهم اسماء للحياة قزيمة جد. انا رأيي. لكن رأيك الفترة جاي. هل اجنابي افضل ولا وطني? لا انا رأيي الكلام اللي انت كنت بتقوله قبل ما ندخل ده. اللي هي التربط النتائج بالفلوس. هو ده حل نادي الزمالك. انا بالنسبة لي اجنابي زي مصري زي اي حد. مش تفرق. لكن انت كنت بتكلم مع حالي. الكلام اللي تقوله ده في منطقة الخطورة. ده لو تطبق ما نادي الزمالك. نادي الزمالك هياخد تلات تربع بطولات مصر. اخد عشرين مليون. هياخد تربع بطولات مصر. بس العشرين اسموا مع البطولات. ده دي على فكرة عايزة حلقة دي لو كده. ده جميل. فعلا. ده مقترح في النادي. ده مقترح. ده مقترح. ده مقترح بس مش لنا هتطبقه ده انت في عود. ايو الفكرة ما هفهمها هو قادمة. يعني طبعا ده مشيت في سين وجبت صاد. اه. صادة انا عايز عشرين مليون. اه. عشان اقماشي اوكي. لا انت خد تلاتين. اه. اه. اوكي. اه. خلينا نحط مبلغ سابت. مسجد. هنحط مبلغ سابت في كل حوال تاخده. خمسة مليون. من العشرين. مسلا او سبع مليون. اه. اتبقى لك تلاتة عشر من العشرين. سيه مسلا. او اتناشر. الاتناشر ما تسمع الاربع بطولات بتوعة السنة دي. كل بطولة تلاتة مليون. بس. مع مع العدالة. اه. العدالة. ما تجيش انت عشان اللي جاي من بره. تديده تلاتين ابن النادي تقولي اتنين وثلاثة مليون. اه. اه. مش هعود لك. فانت دي. اه. عقود اللي عيبة دي لو اتزبطت. سواب عقاب. اه. دي دي مشكلة الزمالك ببساطة يعني. اه. مش فارع معاك. مش فارع معاك. اجناب الله وضع. لا خالص. ولا فكرة ان يجي بعنده عدالة التقييم وعمد بدون ضغوط وبدون حاجة. الفكرة اليام اللي جاي صعبة في الزمالك. طب ان عشان وانا عارف انا بقول ايه. طيب. انت محتاج واحد معندوش خلفيات يعني معندوش حسابات اكاب تعملية. لا. الاهم. 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 الهاجة انت هتجيب اجناب. الاهم. انت معك فلوس. لا مش قصة تسمع اهو اصلاحات ازاي معاك. ازاي معاك. على فكرة نعم ده المدارب الوطن اللي بياخد سبعمائة اه. قصة مش قصة مش كده. لكن. لكن. دولة الممتاز بياخدوا مليون جنيف الشهر. اه. اه. ومليون ونص. مش فيه كده? اه. طيب. بنعمل ايه احنا عالخط? حرم عليك الله. لا بنعمل عالخط. لا اشي وانا حرم عليهم. بنقعد نعمل ازاي. اه. 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 اطع بسبوسة. اه. وكلها. لا بعدين اخد بالك المداربين الوقت بيتش تتعب. احنا سعنا في عصر في موضة. اه ستتاشر عضو. محلل. يعني انت بيتش مطلوبة تتفرج على المشاط المنافس. ليه? بقى واحد يتفرج لك. يجيب لك كل حاجة. يجيب لك كل حاجة. بقيتش تبصوا على الباك اللي هو الطاير السردباء الود. مسلا يتقول لك. مسلا عندهم. اه. جابت جدا. هو بيقطعه لك وتشوف الواحد خمس دقايق. يعني افهمش ازاي? ما بقيتش حتى تعمل تدريبات الياقة وتتعى وتزلت اللقمع. لا بقى فيه واحد بتاع الياقة. اه والله. حتى باش حتى محتاج تقعد مع العيب تلفه وروح المعنوية. بقى فيها خصية نفسي. مال بيخب مليون ليه? انت بتاكتك بس. ايه تاكتك? او الله. النهاردة زيس خده. طب صح او الله. خامس. خامس ماتشف. طب صح او الله. كلها تعادلات. تواصلك سويا. دربات جزاء. اه. تواصلك سويا. من اللي بيقود التدريب دلوقتي في الاندية? المدرب العام. اه. والبتاع الاحمال. بينزل بتاع الاحمال. اه. والمدرب العام. اللي بينزل بقى. المدير فاني بينزل يكاتشن. يوقف في المتأسيمة. انت كسر. انت كسر. ويحط ال اه. ويأكل بطيخ طول الليل في المعسكر. ايه. ويحط التشكيل. ويقف على الخط. مهم الخط دي. ويقعد مطش يبدأ. الخط يقف يقف يعمله على الخط. يغير ويعمله. اه. وفشل. صح? ايه. اه. انا بقول لك بنقعد نشاور. اه. طب بتشاور عليه كده. انا عايز افهم. طب دلوقتي عناب ليه مع زنبيا بكرة? زنبيا انا با انا برضو بقى اتكلم لكابتن عبدالجليل ان الجيل ده يعني ما عشان ما نظلموش نقارله بالجيل اللي قبليه دوت يعني. شوف انت عملت عد الاسماء اه رمضان الصبحي ومصطفى محمد. لا يا راجل ايه ايه ده جيل. ايه يا عمد. اه. قولك ايه ده منتخب مصر النهار بعمنم اساسي. اه. فتوح اساسي. اكرم ربنا يشفي اساسي. مصطفى محمد مهاجم مصر الاساسي. امام عشور ايه بخط النص الاساسي. رمضان صبحي اه رمضان صبحي. اه. ناصر مانسة وفي الزمالك. اه وناصر. اه طبعا ومرموش. اه اه الود اه اسامة جلال. اه. اخد بقى صبحي حارس المرمى. ووجاد حارس المرمى بتاع اه المصر دلوقتي. لا لا ده فرق انت بتتكلم. احنا عدنا كم واحد جوه. كريم فؤاد اللي هو مصر اه. 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 كريم العلاق. وعندك كريم العلاق وناصر ماهر. وعندك الود احمد ياس الريان. فضل. طب احنا عدنا كم واحد جوه. لا انا اقصد اني كان جيد. اه اه اتنين. اه اتنين. براهيم عادل. براهيم عادل ومحمود صف. بس. بس والله العظيم اقصد لك الحاجة فيه سردباك اساسي نادي الزمالك. تمام. محمد طارق على فاكرة سردباك قويس جدا. بتاع الزمالك برضو. مو بلعبش ديه في الزمالك. لأ رجل. يعني بلعب على خفيف يا. اه. بلعب بكرايت. ومش بك اهو بقى اهو اصلا مش مساك. اه. سردباك جامد جدا. اه. طب ما انا نلاقيه لك عليه. اه. والله سردباك جامد جدا. وبلعب بكرايت. وبلعب بكراه. بس هو الاهلي. اه. عشان بتاع الاهلي يعني مغربي. وليل. ملعبش فريق اول. طب هو مال يا يا كابتن لا. مقصدش. لكن كونو اللي بلعب في اهلي وزمالك. ولعب جامد. يعني. ده ده قصد كده. ما في مرحلة سنية برضو يا كابتن. لا ما فيه سنية ده تا عدى تلاتين سنة بقايل. مالو خمسة وتلاتين سنة. ما عاش سنية يا اه. واحد وعشرين سنة. بالاولمبيا يا كابتن. احمد عيد اللي هو كان بكراية الزمال. ده انا مبطل انا عندي اتنين وعشرين سنة. عندك اياد العسقاليني اللي هو بتاع الاسماعيل. عارفو انت اياد. اه يعني شفته مطش يعني. بياخد مطشات. اه احمد كوكا. احمد نبيل كوكا بتاع خط نص نص. رأفة خليل لعيب مستقبل كواس جدا. نعم مستقبل. مصطفى سعدي مست لعيب كواس جدا. ابراهما عادي يا كابتن. محمود صابر يا كابتن بتاع بيرامس. دول اتنين. اه وعمد ميهوب يا كابتن. وده برضو. مش يعني ده اللي يقشر معاك شوية. التلاتة دول اللي تحت بعد. اه وسمى فيصل بقى. زياد فرج ممكن يشتغل. وزياد فرج الى حد ما. يعني اصد انت عندك برضو بعض الاسماء. محمد شحاتة ده بتاع الجيش. والله كويس. ده عليهم ده. اه. بسمع مني بقى. ده عليهم دفاعيا وهكوميا. طيب يعني انت عندك مش يعني عندك يعني لو بشوية يعني يعني تزبيط. يعني فجئة الكابتن عامر حسين بيشيت بمكالي ده جد. اه. مكالي جد. قال لي انا حضرت مع ام عسكر في اسكندرية لمدة اسبوع فجئة بالراجل. ما هو خلاص ها. الناس كانت مجتنع بصورش جدا في التمريد. اه هانت. ما احنا. بيقول لك بيعملوا ملعانة في التمريد. بس في حاجة كابتن. في ايه. عايز تكون منصف ولا لا? عايزين نمشي مع الرائجة. لا. الراجل ده كابتن واخد دهب اولمبي. 16. ايه. واخد مع البرازيل ده. الله. انت عرفش معلومة دي. لا لا. ده مكالي ده واخد مدير فن للبرازيل واخد مدير دهبية اولمبية. والزهبه الوحيدة عجبك ايه. اول زهبه في تاريخهم في البرازيل. كان ربع الراجل ده. ما هو قالك. انا ممكن المدرب ده يبقى القماشة ايه. ما انا مش حاضر. لا يعني اخده التانية. يعني هو هينزل هينزل يجيب جل. بس. هو القماشة يا نصر يا شبان. ممكن يبقى قوي جدا. لا نصر يا كابتن. يعني في اسمحنا انها كويسة. مش سوبر. لا كويسة. فهم 3-4 يعني في براهيم عادل طبعا. لا لا نعيب كويس. حسام عمي جيت طبعا مدافع كويس جدا. في خمسة. خمسة مسلا. محمود صابر وعمد ميهوب ومش حاتة. فيها خمسة اربعة خمسة. مع مدرب اقصد لو كويس. مع شوات تنظيم. بس ليه الامانة برضو عشان اكون منصف برضو. انا مش شاف امارات لغات دلوقتي. انا الان. يعني ماتش سواتيني مسلا ما شفته. اه. الماتشين بتوع رايح جاي دول. اه. مفيش فرقة. احسن هو خد الدهب مع اه. اه. مع رزيك. هتلقى اني مارو جورجينه. بغير سواتينه لو تفتكر ما 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 شفتش. بس انا برضو ليه الامانة برضو كان اول مواجهة له. يعني كان اول لسه شغل له مع المنتخب اولمبي. فقلت يعني كان جاي بقاله قبلها بشهر. كان في شهر عشرة. مش هو اللي لعب ماتش السودان ده. اللي فت. بس اللعبة كانت نقصة كتير. كانت لعبك مع فرقها. مفيش حد مع فرقه. مفيش حد بيلعب. لا يا كابتن ماتش السودان. حدش بيلعب. لا يا كابتن. لا يا كانت بس اللعبة من فرقه بص التشكيلة هو. علي الجابري حارس مرمى حاتم سكر باكليفت. احمد عيد باكرايت. مغرب وفايد. محمود جهد نص ملعب عبدالجالي محمد ومحمد شهادة. مصطفى سعد عماد ميوب وقصة ما فيسا. ده التشكيل. يعني برغم. محمد ده بتاع امانة عليه كليل طول. كان فيه لا. هو ده بتاع الاتحاد ده العيب كوي. بص الاهلي والزمالك وبرامدز وفيوتشر. اللي اربع اللي عبتهم كانوا في افراق. فيش غرف حسام عبد ميكيدا فاندم. والمحمد ابرهيم عادل. ما بيلعبش. بس بيلعبش بس مع فرقيته مش مع المنتخب. محمود صبر مع فرقيته مع فرقيته. كابتن اللي خلى منتخب قلومبي بتاعنا. لانت قلت الاسامي دي. لان كلهم كانوا بيلعبوا في قندهيتهم. رمضان صبح اساسي وده اساسي. ماشي. ما هو انت اللي احتكاكات دي اه كابتن انت جايلك فرقة زنبيا دي. هتلاقي نصها بتلعب فريق. خنابة تقييمنا بكري. يا رب يا رب. بس احنا انت مش متفائل. لا ممكن تكسب زنبيا. وممكن مش هتاخد بطولة. ممكن توصل في الاربعة. اللي هو الاولمبيات. بس انا بنتكلم على الاساس خدري ان الجيل ما يشجعش. يعني مش مش في سبعة تمانية حواه. ويغيروا لك نتيجة ماتش. ولو اتزنقت يعرف يخلص لك. يعني انا بقول لك شوف الفرق من ده ومننتخب الاولم بالليفات. بس انت لو عديت زنبيا. هتكتسب يعني سقة شاية. طبعا. طبعا. وهتاخد من الاربعة. من الاربعة خد بالك انت وهم افريقيا في المغرف هيشجعوك. ايوه. اخد بالك لو رحت كمان اولمبياد هيبعندك تلاتة من بره. ممكن تاخد رابع تالت سهلة يعني. لو رحت اولمبياد هيبعندك تلاتة من المنتخب الاول تاخدهم. ممكن تاخد صلاح. ممكن تاخد الوينش. زي زي المرض. لا الصلاح ما نخشش في العجال دي. مقول. هتاخد لابة كبير. هتاخد لابة. مربور رفض. اه. ممكن المرضي واقف. لا هتاخد انت تلاتة طقالة زباطه الدنيا. هتقدر تاخد ربضان صبح. ممكن تاخد مصطفى محمد ممكن تاخده فرق. الله اعلم. يعني الله اعلم. ده الله السعيد ممكن. ملاقي يعني هتاخد ليك تلاتة. فبرضو هيأول فرق لو قدرت توصل اولمبياد. لو بس انت هيبان انا انا بقول اهو. الامار هتبان بكر. بس انا عايز اعرف اه ملو عبدالله السعيد يا كابتنا عبدالجليل. ميروحش متخب. عبدالله السعيد. ميروحش متخب. من اعظم اللي عيبة جات في طريق مصر. ما انا ثلاثين ساعة. واحسن اللعيد. بس يديك نصف ساعة. اه. بس ازاولك الاحاجة في العالم كله. مش في السن. يعني كريستيانو لغاية دلوقتي بروح اموتو غاية. اه. سن يا كابتنا. ايه حج احنا بننزل العمار. اه. وراح لها في السعودية واستدعوه في المصر اخيرا. زمان ايامكو يقولك اللعيبة مايجي ثلاثين ساعة خلاص. وعلى فكرة. ينضب. طب عيد لو ادك نصف ساعة. عادة بروح مفيتش كم سنة? واحد واربعين. واحد واربعين سنة. اه? انا قناعاتي ان عبدالله السعيد ده لعيب اه. يعني حاجة. لا من احسن عشر لعيب نجوم في تاريخ مصر. وبعدين كل كاس العالم اللي فات كله نجوم وفوق خمسة وارتين سنة. يا كابتن مفيش احنا حج عندنا بنزل الاعمار. بنزل الاعمار. طب نزل الاعمار ما عندك اعمار جامدة. ما انت بتنزل الاعمار وبتنهي على لعيبة. بتقدر تشيله. انا بيتش عارف انت عايزين فيتوريا نزل الاعمار عشان ستة وعشرين. ولا عايزين فيتوريا يطلع الاعمار واخد افضل لفتعيلي. لا 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 لا. عايز. عايز. دونتونا يا اخي. لا. لا. يعني انا هختم. لا استنى بس. لا اختيارات فيتوريا. انا هختم. اعظم اختيارات. مفيش. المرادة. المرادة ايو ايو ايو. ايو. لواحد برة انا ما اخدنوش ليه. اختيارات فيها حاجة مفاجأة. لا لا حلوة ايه. حلوة ايه. صدمة بصراحة. ايه. مين تاني الدوري? اه. الله ما عارب. برامز فيوتش. ولا لعيب. ياه. اه. والله اك غريبة. تاني الدوري بيوتر اوه. اه. بس قول لي قول لي بيوتر الدوري مين احسن فرقة بتلعب كرة في الدورة اه. دوري? اه. لا اسمها تاني الدوري ولا لعيب يا كابتن? لا استنى. يعني برامز الثالث خمس لعيب. مع ان مهند لاشين ده معها على طول. ازاي ما خدوش. اه. مخدش مهند لاشين. ولا محمود مرع. ولا اللعبة. احمد عاطف الفيروت. ملأ. معقولة يا جماعة. اه والله. بس احمد عاطف في الاولمبي. لا ده التاني احمد عاطف قطة. غير الاولمبي. هو معرفش اسأل لنا. غير احمد عاطف بتاع ديجلا اللي راح في يوتر. اه خلينا اختب. انا بس عارف منه احسن فرقة. عارف منه بعد ما اختب. يعني هكتب وعرف منه. اه. طب ماشي. هو لازم تعرف منه على الهوى. هو السأل لي حاجة حلوة لزيزة. اه. احسن فرقة في الدوري. اه. سان داونز. لما في الدورة افرقك دوري بتاعك. لا في سان داونز. سان داونز برضو. 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 طعب تمام. بس انا في رائق احسن فرقة. شاب بوليس ديت. اه مش كده. كابتن عفجيلا ما شكرا. 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 على ما في امتهاش. يعني انا فكره. شكرا. انت صحيله. شكرا. شكرا كابتن. حنا كده لوصلنا لنهاية حالة النهاردة. كل سنة وكل ام في مصر وفي بلدنا الحلوة مصر في الوطن العربي في كل الامة الاسلامية في كل الدنيا بخير وبصحة. وكل سنة ومصر الجميلة امنا كلنا. اه وطن الغالي بخير ان شاء الله. وتكون امنا كلها افراح وسعادة. بكرة ان شاء الله في تمام الحديقة عشرة مسان. اذا كان لنا عمر المشيات اللي حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.